نشأت هذه الفكرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه كان هو أحرص الناس على حفظ القرآن الكريم أكثر ما يزعجهم مدارس تحفظ القرآن النظام حاول أن يبعد الناس عن هذه الأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله متابعين وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ثلاثون دقيقة كلنا نسعى ونطمح لأن نبني جيلا واعيا مثقفا مربا على الأدب والعلم والأخلاق ولا شك أن الأمر يتطلب الكثير من الصبر والجهد والعمل المتواصل ودعونا نتفق أن المدرسة تقوم بذلك فتخرج لنا الطبيب والمحامية والمعلم والمهندس وغيرهم لكن كم يكون الأمر عظيما عندما يكون كل هؤلاء حافظين لكتاب الله ومطبقين لسنته بالتأكيد هذا منتهى طموحنا علم مدعم بالقرآن وتربية على منهاج النبوة وهذا ولله الحمد ما تقوم به في شمالنا المحرر معاهد تحفيظ القرآن الكريم حيث تطالعنا هذه المعاهد كل فترة بكوكبة من الحفاظ الذين هم بذات الوقت من المتفوقين دراسيا لذلك ما أهمية معاهد تحفيظ القرآن الكريم في نشأة الجيل الذي نريد وما الذي يجب علينا القيام به لتطوير هذا الأمر لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الشيخ عبد العزيز الأسعد مدير معهد زيد بن ثابت للقرآن الكريم وعلومه أهلا وسهلا بكم شيخ عبد العزيز حياك الله أستاذ محمد الله بارك فيكم وأنا اليوم أتشرف بحضور في استيديو راديو الثورة هذا المنبر الإعلامي الدعوي الحر في مناطقنا المحررة أهلا وسهلا أكيد راديو الثورة هي التي لها الشرف باستقطاب واستضافة قامات علمية كحضرتكم شيخ عبد العزيز أبدأ معك يعني عودنا دائما التاريخ الإسلامي على أن المسجد هو الحلقة الأساسية التي خرجت كل العلماء الذين درسناهم في تاريخنا الإسلامي أبدأ معك بالحديث عن دور المسجد ودور معهد تحفيظ القرآن بالتاريخ الإسلامي يعني نبدأ منذ البدايات منذ رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن بدأ ما يعرف ونسمع به دار أو معهد تحفيظ القرآن الكريم حياك الله أستاذ محمد وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج وإعمال شعبا وشكرا لكم أيضا لاختيار هذا الموضوع المهم مارك الله بك الحقيقة كما تفضلت نشأت هذه الفكرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه كان هو أحرص الناس على حفظ القرآن الكريم فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن الكريم وأقرأه للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وذات مرة دعى أبي بن كهب وأقرأه القرآن بأمر من الله عز وجل فلما سمع أبي بكى الله عز وجل اختارني قال نعم يا أبي والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال استقرئوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود ومن سالم مولى أبي هذيفة ومن معاذ بن جبل ومن أبي بن كهب فأنشأ جيلا يحفظ هذا القرآن وهذا الجيل يعني حفظ القرآن في صدره هذا النور أصبح في صدر الصحابة وليس هؤلاء الأربعة فقط كان هناك مشاهير كثر من الصحابة يحفظون القرآن الكريم على رأسهم الخليفة الراشدية عثمان بن عفان الذي حفظ القرآن وراح يقرئه للتابعين ولعل سند عثمان من أعلى للأسانين فهو كان يقرئ التابعين والتابعين انتشروا في الأمصار وأنشأوا الحلقات وانتشر هذه الفكرة في جميع أنحاء العالم الإسلامي الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه راح يرسل الصحابة إلى البلاد المفتوحة حديثا لو نظرنا إلى عبد الله بن مسعود ذهب إلى الكوفة وأنشأ هناك مدرسة لإقراء القرآن ولتحفيظ القرآن فخرج العشرات بل قل المئات من أهل العراق وأهل خراسان نشروا هذه الفكرة فكرة الحلقات وتحفيظ القرآن في العراق وفي خراسان إذا انتقلنا إلى الشام عمر رضي الله تعالى عنه أرسل الصحابي الجليل أبا الدرداء وأرسل معاذ بن جبل أرسلهم إلى الشام ليحفظوا الناس القرآن حتى ليروى أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كان يلتفت بعد صلاة الغدات إلى الناس في الجامع الكبير في دمشق ثم يوزعهم جماعات أي حلق إلى عشرة وعليهم عريف بإسمهم يعني قال سبحان الله فيقرؤون القرآن ويصحح لهم قال فإذا استشكل عليهم أمر رجعوا إلى أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه فقيل أن أول من أنشأ هذه الفكرة هي سنة لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه سنة الحلق أيها سنة الحلق أن يوزع الطلاب إلى حلق وأن يقرأوا القرآن ويصحح لهم ويقوم لسانهم فهذه يعني صراحا تشرت بفضل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم هنا شيخ عبد العزيز يعني أحضرنا عندما تذكر دمشق يعني بدأت من دمشق هنا لا شك أننا يعني نسأل الله يعني كما بدأت من دمشق أن نعود كما كنا بإذن الله في دمشق وتفتح حلقات العلم في المسجد الأموي وغيره من المساجد إن شاء الله إن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز يعني صراحة دمشق كانت منارة للإقراء فدمشق نشأ منها قراء كثر نشر القراءة في العالم الإسلامي فسبحان الله سأل أبو الدرداء ذات مرة أحد أصحابه عد لي القراء تصور أستاذ محمد أن عدد الذين حفظوا القرآن على يد أبو الدرداء وأتقنوه إلى درجة عالية من الإتقال أكثر من ألف وستمائة حافظ في دمشق فقط دونك عن فلسطين وحمصة وغيرها من بلدات الشام ومن البلاد الإسلامية هذه رسالة ربما يعني من يعلم ربما حرفا أو ربما من يشرف على هذه المعاهد في أيامنا هذه كم هو الأجر العظيم إن شاء الله نعم نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بمزيد من الفضل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليعني يرشد الناس أن طريق تعليم القرآن مهمة عظيمة بل هي مهمة الرسل عليهم صلوات ربي وسلامه الحقيقة بعد دور الصحابة جاء التابعون وجاء من تابعهم يعني ينشرون هذا النور في أنحاء الأرض لذلك كما تفضلت في سؤالك أستاذ محمد نجد أن كل علماء الأمة الإسلامية خلفا فضلا عن سلف نشأوا في هذه الحلق القرآنية تماما بداية كانوا يقرؤون القرآن يقومون ألسنتهم يحفظون كتاب الله بقراءاته يتعلمون تفسيره وتتبره وثم ينتقلون إلى العلوم الشرعية الأخرى من فقه وعقيدة وسيرة وغيرها من العلوم الشرعية فالعلماء الأمة رحمهم الله تعلموا القرآن من الحلق فالحلق لدى دور كبير جدا بقيت هذه الحلق منارة تنير درب المسلمين من كتاب ربهم جل في علاه إلى أن وصلنا إلى الدولة العثمانية هذه الخلافة الراءة الإسلامية هذه الخلافة نشرت صراحة في بلدات الإسلام هذه الحلق وعرفت بالكتاتيب صحيح وبقيت إلى أن سقطت هذه الخلافة في مطلق القرن العشرين عندما جاء المستعمر الغربي الفرنسي والإنجليزي والأسباني والبرتغالي أول شيء فعلوه تصور أستاذ محمد أنهم هدموا هذه الحلق وهذه الكتاتيب وألغوها فلو نظرت إلى المغرب العربي لو وجدت أن فرنسا أول خطوة قامت بها عندما استعمرت بلاد المغرب العربي قامت بالقضاء على الكتاتيب وإلغائها وبنت مكانها المدارس الفرنسية وراحت تفرنس الشعوب فنشرت لغتها الفرنسية وكذلك الأمر في مصر في أرض الكنانة الإنجليز أول خطوة فعلوها بعد أن احتلوا مصر أغلقوا الكتاتيب وأغلقوا مدارس تعليم القرآن وتحفيظ القرآن ونشروا بدلاً عنها المدارس الغربية لا شك أن لديهم اعتقاد وربما إيمان أن من هذه الكتاتيب سيخرج إذا استمروا بهذه الطريقة لن يظل الاستعمار داخل هذه البلاد وبالتالي هذا المعهد سيخرج أكيد قائد ويخرج عالم وهذا ليس من مصلحتهم لو اتجهنا أستاذ محمد شرقاً لو وجدنا الشعوعية أيضاً في مطلع القرن العشرين راحت تغلق هذه المدارس وتحرق مسخ القرآن الكريم في البلاد الإسلامية التي أطلق عليها دول الاتحاد السوفيتي وفي دول أوروبا الشرقية دول إسلامية كألبانيا وكوسوفو وفي دول أسباكستان وغيرها راحوا يغلقون هذه المدارس القرآنية وحرقوا الكتب والمصاحف وجعلوا أن من يعلم القرآن يعني يعدم عقوبة من يعلم القرآن ومن يحفظ القرآن يعدم عند الشوعية ربما يحضرنا هنا عندما استهدف الاحتلال الأمريكي مدرسة كاملة لتخريج حفاظ القرآن الكريم في أفغانستان نعم أحسنت نتذكر هذه الحادثة مدزرة فاجعة لكل المسلمين كانت نعم وهم الحفاظ كتاب الله يعني نعم صراحة كما تفضل أكثر ما يزعجهم مدارس تحفيز القرآن صحيح لأن في هذه المدارس أبناء هذه الأمة يتمسكون بحبل الله ألا وهو القرآن فليس من مصلحة يريدون أن يبعدون يعني حتى هذه القصة التي تروى عن شيرشيل رئيس الزراء بريطانيا أنه أخرج في مجلس العموم البريطاني قال لن نستطيع أن نسيطر على بلاد الإسلام حتى نبعدهم وأخرج كتابا يعني عن المصحف أخرج كتابا هذا القرآن هذه حادثة واقعية وليست يعني جديدة فلذلك الشوعية يعني في البلاد التي استعمرتها واحتلتها لا ترى إلا من يريد أن يحفظ القرآن إلا أن يعمل راعيا في الغنم فكان يذهب بأغنامه إلى حيث لا يراه أحد ثم يحفظ يعني ما تهسره من آيات الزكر الحكيم فتعرضت حلقات القرآن عبر تاريخ هذا الاستعمار الغربي أو الشرقي أو الشوعي إلى صراحة إلى إعدام لهذه الفكرة ولكن الله عز وجل يريدون ليطفئ نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره نوره ولو كرهها الكافرون شيخ عبد العزيز عندما نتحدث يعني اليوم الحالة الممتازة التي تعيشها معاهد تحفيظ القرآن الكريم في شمالنا المحرر والمستوى الرائع الذي وصلت إليه لا شك أنك أنت كنت من أيام وكلنا خلينا نقول أيام النظام المجرم ما كان هذا الأمر بل ربما كان محاربا وإن وجد فهو ضمن نطاق ضيق جدا نعم صراحة أننا عايشنا هذه الفترة الصعبة من حيات بلدنا في بلاد الشام سيطرت النصيرية على سدة الحكم كذلك كما فعل أسلافهم الشوعية صحيح فعل النصيرية فبحزبهم ومعتقداتهم أن القرآن هو يعني ضدهم وعدوهم فصراحة حاربوا هذه الفكرة أيضا وأغلقوا جميع الجمعيات والمعاهد والمدارس التي تقرئ وتحفظ القرآن الكريم وتركوها في مجال ضيق جدا ما يطلق عليه زورا وبهتانا معاهد الأسد لتحفيظ القرآن هي معاهد صراحة مراقبة من قبل فروع الأمن حتى معاهد تحفيظ القرآن سميت باسم الأسد أيها سميت باسم الأسد ومحدد لها منهاج وساعات ويعني أماكن محددة وصراحة يعني أنا أذكر أنهم يأخذون الأسماء الثلاثية للمعلم وللطالب وللطالبة الصغيرة اسمها الثلاثي يعني لكي تراقب وتضيق مسموح لكم حفظ كذا وحضور ساعة كذا إلى المسجد ولكن تحت إشرافنا ومنهاجنا وسطات مخابراتنا تضييق إلى أبعد الحدود وتعلم أنهم يعني زرعوا مناهج علمانية لإبعاد الناس عن دينهم ولكن بقي هذا القرآن في قلوب الناس حتى أذن الله عز وجل لتحرير مناطق من بلاد الشام نسأل الله أن يمنى علينا بتحرير كافة سوريا اللهم آمين اللهم آمين شيخي الفاضل يعني بعض ربما قد يعني يتحدث على أنه كان هناك معاهد وكان الناس تحفظ وهناك من ختم كتاب الله سبحانه وتعالى لا شك يعني أنا وأنت وربما الجميع يتفق على أنه كان هناك أمور منقطة كما يقال ومحددة مسموح لك ربما حفظا خلينا يعني البغائية تماما يعني لا يخرج أبعد من ذلك غير مسموح لك أن تدخل ربما بتفاصيل جهادية أو فقهية أو تفسيرية أو غير ذلك نعم كما تفضل أستاذ محمد يعني النظام حاول أن يبعد الناس عن هذه الأمور يعني فتح معاهد كما قلنا مخصصة أنت مهمتك أيها الطالب أن تحفظ آيات من هذا القرآن أما المواضيع الحساسة أما الانتقال إلى بقية العلوم الشرعية خلاص على أعين الناس يوجد معاهد قرآن تماما ولكن مراقبة ومحددة وممنوع أن تدخل في مواضيع الجهاد عندهم الجهاد جهاد النفس صح هو الجهاد الأكبر جهاد أمام الأولاد نعم فأكذا كانوا يزرعون الأفكار في عقول أبنائنا أما جهاد الطواغيط الأفكار المعادية للإسلام فهذا يعني غير ممنوع هذا من المحرمات على زمن النظام فلذلك يعني صراحة تعرضت الحلقات القرآنية في عاد النظام البائد إلى محاربة شديدة إلا عن طريقهم وهذا الطريق يعني هو إغلاق عقل الطالب في أمور محددة من القرآن الكريم فقط تماما دعنا نخرج من هذا الأمر اللي يعني خلينا نقول يزيد الضغط يعني ويريدنا إلى عهود مظلمة لدى هذا النظام المجرم دعنا ننتقل إلى الواقع الحالي اليوم ولله الحمد الذي نعيشه أتحدث عن حلقات ومعاهد تحفيظ القرآن الكريم لا شك أنها نقلة نوعية مميزة لا يكاد يعني يمر الشهر وربما أقل من ذلك إلا وتطالعنا معاهد تحفيظ القرآن الكريم بكوكبة من الحفاظ وهم ما شاء الله يعني بأعداد كبيرة كيف وصلنا لهذا الأمر ربما هناك خطة معينة الأساس الذي انطلقنا منه كحضرتك مشرف يعني على معهد كيف تتعاملوا مع هذا الأمر الحقيقة هذا الكتاب العظيم تعهد الله عز وجل بحفظه فقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون فالله عز وجل تعهد بحفظ كتابه وهذا الحفظ أتى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان هذا القرآن في صدور الحفاظ وهم يعني حملته وهم الذين أوصلوا النور جيلا بعد جيل بعد هذه المحاربة الشديدة من المستعمرين وأذنابهم لحلق القرآن ولمدارس تحفيظ القرآن أذن الله عز وجل لثورة الشام يعني أن تنشر هذا النور والحقيقة أنا أرى من أهم وأكبر منجزات الثورة الشامية هي معاهد تحفيظ القرآن والحلقات التي انتشرت يكاد لا يخلو مسجد في مناطقنا المحررة أو حي يعني حتى أنهم في بيوت جعلوا معاهد للنساء والفتيات ليحفظوا هذا الكتاب العظيم هذا الكتاب لك الحرية المطلقة بأن تدرس تدريسا حرا كاملا لا قيود ولا أي شيء إطلاقا يعني هنا هي النقطة المميزة نعم الآن من يريد يعني مهتم وعنده يعني الأهلية فلا حرج أن تفتح معهد وتأتي بطلاب وتحفظهم فسبحان الله انتشر انتشارا كبيرا ويعني يكاد لا يمر علينا شهر إلا وترى المعهد الفلاني خرج العشرات من حفظة كتاب الله في المدن في القرى في كل مكان في المخيمات اليوم أنا أعلم في المخيمات يخرج الحمد لله أعداد كبيرة من حفظ الكتاب الله عز وجل فالله عز وجل يعني بعد ضيق وهم وكرب أذن لهذا القرآن أن يعود لصدور الحفظة وأن ينتشر في مناطقنا المحررة والله لا تعلم استاذ محمد مدى سعادتي عندما أرى منظرا ترى الحشرات من الأشبال والشباب والفتيات يعني يحفظون كتاب الله هذا اليوم يعني تحس أنك رجحت إلى أحد السلف إلى العهد الذي ينبغي أن نكون عليه نعم نسأل الله ذلك بإذن الله شيخ عبد العزيز عندما نتحدث عن المدرسة بمقابل معهد تحفيظ القرآن الكريم لا أحد ينكر إطلاقا دور المدرسة ونؤكد عليه يعني فيما يتعلق بالعلوم الكونية لكن إلى أي مدى يعني يعطي معهد تحفيظ القرآن الكريم الفائدة العلمية والتربوية والأخلاقية جنب إلى جنب مع المدرسة نعم هناك حقيقة ثابتة يعني حفظ الله أتحدث معك باعتبارك أحد مشرفي معاهد تحفيظ القرآن الكريم يعني كيف تتعاملون مع هذه الناحية نحن صراحة الطالب يعني لا شك أنه يحتاج إلى أم ثلاثة إلى تربية دينية روحية وإلى تربية عقلية وإلى تربية بدنية هذه أنواع الثلاثة يحتاجها الطفل يعني شئنا أم أبينا هذا ما أثبته علماء نفس الطفل من الغرب واليوم يعني هذه عقيدتنا وهذا منهجنا فالطالب يحتاج كما يحتاج إلى المدرسة ليتعلم القراءة والكتابة ومبادئ الحساب يحتاج إلى المعاهد القرآنية ليحفظ القرآن الكريم إذ أن القرآن الكريم صراحة له أهمية كبيرة للطالب من حيث أولا تقويم اللسان هذه النقطة ربما كنا نتناقش بها أنا وأنت نعم يعني الآن الطالب لعنا نعاني في مدارسنا أن الطالب يعني يلحن في لغته الأم لغة العربية ما أسباب اللحن أنه لم يقوم لسانه بتلاوة القرآن ولم تصح أخطاؤه وهو يقرأ القرآن فعندما هذا الطالب يلتزم معهدا من معاهد تحفيظ القرآن تراه يعني سليما نطقي تراه قويما لساني وهذا يؤثر جدا والأمر الآخر أستاذ محمد أن الله عز وجل جعل مدارسة القرآن مدارسة القرآن وحفظه جعلها يعني سبب لفتح المدارك العقلية سبحان الله هذا القرآن عندما يحفظ ترى هذه المدارك تتفتح ومن خلال تجربتنا يعني أكثر من ثلاثين سنة في هذا المجال وجدنا أن الطلاب المتفوقين في المدارس هم من حفظ كتاب الله عز وجل وذات مرة واسمح لي أن أروي لك هذه القصة خرجنا من صلاة الفجر مع أحد الأخوة الكبار السن فقال يا شيخ عندي كلمة أريدك أن يعني تبث عبر دروسك قلت له تفضل يا عما قال عندي ولدان شعرت بحبي للقرآن الكريم فأخذتهم إلى ما حد تحفظ القرآن فقال يعني بفضل الله عز وجل حفظ القرآن حوالي ثلاث سنوات كلاهما فتفاجأت في الثانوية العامة والناس تقول لي يا أخي أولادك مش تهديم أبعدهم عن القرآن بعدين بحفظوا القرآن قال أنا مصر أن يبقوا في معاهد القرآن حتى حفظوك وكانت المفاجأة في الثانوية العامة كلاهما نجح من الأوائل ودخلوا في كلية الطب فالقرآن إلى أهالينا الكرام لا يمنع الطالب من التفوق ومن طلب العلم بل والله هو الرديف وهو المساعد وهو الذي يفتح مدارك الطفل خاصة فأوصيكم أيها الأهالي الكرام يعني أن لا تمنعوا أولادكم يعني في الصيف ماشاء الله وجدنا المساجد تعج بأبنائنا وبناتنا ثم بعد ذلك أدت المدارس فبعض الأهالي عن نية طيبة والله أريد أن أفرغه للدراسة لها يعني حلقات القرآن يحتاجها الطالب احتياجا كما الطعام والشراب شيخ عبد العزيز ربما نتحدث عن دور معاهد تحفيظ القرآن الكريم في التنشئة الإسلامية والتربية الإيمانية للطفل نعم نحن نعلم أن هذه الحلقات وهذه المعاهد وهذه المدارس القرآنية هي لا تحفظ فقط الطالب القرآن وهو من أعلى وأهم المهمات ولكن ينبغي أن نعلم أن هذه المدارس هذا الجيل إنشاء إيمانيا وهذه المدارس تبني رجل المستقبل يعني اليوم الحلقات ليس فيها فقط تحفيظ القرآن نحن في معهدنا يدرس الأخلاق الأداب العقيدة شيء من الفقه شيء من التربية نعم نحن نريد أن ننشئ جيلا هذا الجيل نريد كما تفضلت في مقدمتك طبيبا يحفظ القرآن مهندسا يحفظ القرآن معلما محاميا فنريدهم هؤلاء أن يحفظوا القرآن وأن نربيهم مع القرآن على الإيمانيات وأن نرسق في قلوبهم الإيمان الصحيح القويم إذ أن هذا الطالب لا يستطيع مستقبلا أن يكون على جادة الصواب إلا إذا ربي إيمانيا في حلقات القرآن يكون القرآن موجها له بكل تصرف وكل فعل وكل حركة وأنا هنا أتساءل أسأل سؤالا للأهالي بالله عليكم أهالين الأكارم لو وضعنا هذا الطالب في حلقة بعد المدرسة أفضل أم نتركه الطالب لا يستطيع أن يبقى في بيته كل هذه الساعات ولا يستطيع أن دائما يخضع لمحاضرات الأب والأم يريد أن يخرج فبدل أن يخرج إلى الشارع مع رفاق السوء يتعلم الألفاظ النابية والحركات وهذه الأفعال الشائنة نذهب إلى المساجد هناك يتعلم الأخلاق هناك يتعلم مبادئ الإسلام والإيمان هناك يتعلم الأخوة في الله هناك يتعلم يعني يسمع من معلمين نصيحة والإرشاد والتوجيه فكل هذا كما حدث في عهد صلاح الدين صلاح الدين عندما أراد أن يحرر بيت المقدس اهتم بالمدارس القرآنية وأنشأ جيلا وغيره من القادات المسلمين حرصوا على هذا الأمر فلذلك ينبغي علينا أن نحرص يا أهلنا الكرام أن نأخذ بأيدي أبنائنا إلى مدارس القرآن إلى معايد القرآن في المساجد ولله الحمد هي منتشرة في بقاء أراضينا المحررة فأنا هذه نصيحتي وهذه رسالتي إلى الله إن شاء الله بجهودكم شيخ عبد العزيز بما أننا نسير على الطريق الصحيح فهذا أمر مبشر بإذن الله بالمزيد والمزيد إن شاء الله من توسع هذا الأمر ومزيد من حفظة كتاب الله والسير على نهجه إن شاء الله على كلين الشيخ عبد العزيز الأسعد مدير معهد زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم معلومه أشكرك جزيل الشكر على هذا اللقاء بارك الله بكم بل أنتم جزاكم الله خيرا والحقيقة أختم أني متفائل لأبعد الحدود إن شاء الله طالما أن هذا الجيل يدرس ويحفظ ويتدبر كتاب الله عز وجل وتزرع فيه الأخلاق في معاهد القرآن فأنا متفائل إلى أبعد الحدود أنه سيأتي جيل بإذن الله يكتب الله على يديه النصر ويكتب على يديه التمكين وإن شاء الله وما ذلك على الله بعزيز سنرى قريبا هذا الجيل في طلائع الجهاد لتحرير دمشق ومن ثم بإذن الله تعالى المسجد الأقصى كما حرره سلفنا صلاح الدين وغيره فجزاكم الله خيرا أن أتحتم لي هذه الفرصة أن أصل هذه الرسالة وأسأل الله أن يبارك بكم وبراد وثورة جميعا بارك الله بكم شيخنا متابعين الكرام لا شك أن كما تفضل ضيفنا متفائلون بإذن الله بجيلنا القادم بما أنه ناشئ وينشئ على القرآن الكريم انتظرونا في حلقات قادمة ومواضيع جديدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته